الله أكبر الله الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ صدق الله العلي العظيم اقتربنا من عيد الله الأكبر بيننا وبين هذا العيد العظيم شهر تقريبا أولا واقع الغدير ثانيا ظاهر الغدير عند البشر واقع الغدير هو عيد الله الأكبر واقع الغدير هو اليوم الذي في كل سنة يقام أعظم أكبر أفخم احتفال في قصر عظيم في الفردوس الأعلى تحضره ملائكة السماء واقع الغدير هو اليوم الذي يوزع على الحضور من الملائكة في ذلك الاحتفال العظيم من نثار فاطمة واقع الغدير هو اليوم الذي توزع كروت الأسمة على ملائكة الله وهذه الكروت مدة اعتبارها سنة كاملة إلى يوم الغدير من السنة التالية يعصمون من الذنوب والخطأ والزلل حسب تعبير الرواية الشريفة كرامة لمحمد وعلي الله صلى الله عليه وعليه وعليه صلى الله عليه وعليه واقع الغدير أعظم وأعظم من أن يتمكن كل البشر لو جمعوا كل عقولهم من أن يتمكنوا من استيعاب عظمة واقع الغدير هذا واقع الغدير وأما ظاهر الغدير عند البشر ظاهر الغدير عند البشر هو العيد المنسي ظاهر الغدير عند البشر هو العيد المهضوم ظاهر الغدير عند البشر هو العيد المظلوم ظاهر الغدير عند البشر هو عيد أول مظلوم وأول عيد مظلوم هذا الواقع العظيم وفي المقابل هذا الظاهر المأساوي من يتمكن أن يغير هذا الظاهر المأساوي الخاطئ إلى واقع الغدير عند البشر درة عظيمة جدا من لا يعرف قيمتها يتمكن أن يبيعها بقيمتها لا يعرف قيمتها يجهل عظمة هذه الدرة يتصور هذه الدرة هي حجر عادي يتمكن أن يعطيها مكانتها لا الغدير هذه الدرة العظيمة من لا يعرف قيمتها يتمكن أن يسعى لعظمتها طبعا لا هذه الدرة يتمكن أن يسعى لتعظيمها من يعرف قيمتها من الذي يعرف قيمتها شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعرفون إجمالا على الأقل لا يعرفون كل الواقع إجمالا يعرفون عظمة هذا اليوم عيد الله الأكبر يعرفون هذا الشيء يتوقع من غيرنا أن يسعى للغدير سحيا طبعا لا كيف يمكن أن نغير هذا الظاهر المأساوي؟ كيف يمكن أن نبدل عيد الغدير عند الناس بما هو واقع هذا العيد؟ كيف يمكن أن نجعل عيد الغدير عيدا عالميا؟ اليوم عيد الغدير ليس عالميا اليوم لعله أكثر من تسعين بالمئة من البشر لعله لا يعرفون الغدير أصلا لا يعرفون وجود هكذا عيد أصلا نسبة الشيعة تقريبا حسب ما يقال واحد من كل أربعة عشر شخصا على وجه الكرة الأرضية هؤلاء الذين يعرفون يعني أقل من عشر بالمئة فقط جعل الغدير عيدا عالميا بتعبير مختصر نريد عولمة الغدير أن يكون الغدير عالميا ولماذا؟ وثم ماذا؟ ليبقى الغدير مغمورا ما المشكلة؟ ليست مشكلة مشاكل الأمور العادية لنا لا نقبل أن تبقى مغمورا الأمور العادية التافهة نريد أن نوصل كل أمورنا العادية إلى مكانتها الطبيعية الصحيحة هذا الغدير العظيم يبقى هكذا مغمورا ما المشكلة؟ ثم المشكلة الكبرى الغدير هذا الاسم هذا العيد مرتبط باسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه تعظيم الغدير تعظيم أمير المؤمنين تعظيم الغدير تعظيم ثقافة أمير المؤمنين ليس فقط تعظيم ثقافة أمير المؤمنين نشر ثقافة أمير المؤمنين ثقافة أمير المؤمنين في البشر تنشر كم يكون أثرها كبيرا طريقة حكم أمير المؤمنين الطريقة العادلة التي لا نظير لها لو أن هذه الطريقة يطبق عشرها لا يطبق واحد بالمئة منها كم يكون البشرية في سعادة لا أقول السعادة المطلقة سعادة المطلقة في زمن ما بعد الظهور الشريف أما الجزء من السعادة علم أمير المؤمنين يطبق إخواني يصرح بعض البلاد المتطورة شخصيات كبيرة منهم يصرحون بأنهم أخذوا الكلمة الفلانية من أمير المؤمنين الجهات العالمية أحيانا يصرحون بأن الشيء الفلاني الكلمة الفلانية التصرف الفلاني من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو معيار حركتنا يرتقون كلمة واحدة من نهج البلاغة يأخذونها فكيف إذا طبق شطر من نهج البلاغة اسم الغدير مرتبط باسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مرتبط بطريقة أمير المؤمنين نهج أمير المؤمنين صلى الله عليه يعني القضية ليست مجرد شيء أحب أن ينتشر لا تأثير عظيم في حياة البشر إنسان أحيانا يريد أن يقول بعض الأشياء لا هذا لأنك شيعي تنحاز للتشيع واقع هذا إخواني الشيعة عموما فئة بهذا الحجم الضخم في العالم لا أقول كلهم بصورة عامة إجمالا من أكثر الأمم إن لم أقل أكثر الأمم من أكثر الأمم سلمية كيف كانوا كيف صاروا هكذا إجمالا من أكثر الأمم سلمية الشيعة أقول من أكثر الأمم حتى لا يستشكل لا أعرف أم أكثر سلمية منهم هؤلاء أيضا بشر هؤلاء حالهم حال بقية البشر لماذا هذه الحالة أخذوا شيئا كثير منهم لا يعرفون أكثر ما ورد في روايات أهل البيت في نهج البلاغة ولكن سمع كلمة من هنا من هناك تربى جزء من تربية بسيطة جعلتهم هكذا لو تنتشر هذه الثقافة كيف تؤثر كيف نشر هذه الثقافة إحدى البوابات المهمة الغدير جزء من يعرف الناس شيئا حتى يتوجه الناس الذين لا يعرفون شيئا لا يتوجهون إلى هذا الشيء العظيم هذه الدر العظيم أخواني أترك الدنيا أصلا نشر الغدير عولمة الغدير لها تأثير أخرى وعلى الناس أم لا على آخرة الناس هدايتهم علي قسيم الجنة والنار قسيم الجنة والنار يعني ماذا معرفة ولاية أمير المؤمنين الفاصل بين الجنة والنار كيف تكون إن لم أقل أهم بوابة إحدى أهم البوابات الغدير أمير المؤمنين محك الحق والباطل أم لا الفاصل بين الحق والباطل أم لا إذا متبر يعني الذهب إذا متبر حك على محكي الذهب إذا جعل على المحك الغش يظهر الباطل يظهر كيف يمكن تحقيق هذه المهمة عولمة الغدير عولمة يعني جعل الغدير عالميا كلمتان الكلمة الأولى من دون مقدمات بكل وضوح مباشرة في الموضوع إذا لم يعمل لا أقول كلنا لا أقول أكثرنا كثير مننا إذا لم يعمل كثير مننا لم يؤد كثير مننا دوره في الغدير فإن الغدير سوف لا يكون عالميا خلاص لا يمكن عولمة شيء جعل شيء عالميا بجهود شخص واحد مهما كان عظيما ومهما كانت جهوده عظيمة لا يمكن مرجع تقليد كبير متنفذ له سلطة له قدرة لا يتمكن أن يجعل إذا يرفع الراية يؤثر أثرا كبيرا ولكن لا يمكن تحقيق أولمة الغدير بجهوده عالم يقف للغدير وقفة رجل واحد لا يتمكن عمله مأجور عليه مثاب عليه يؤثر بعض الأثر لا يتمكن الشخص الواحد أن يجعل شيئا عالميا يلزم أن يؤدي كل دوره شيء مؤسف 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 جدا الناس يأسفون على الأموال أموال أطلفت هذا الشيء مؤسف أكثر من تلف الأموال تلف الطاقات تلف القدرات تضييع الثروات الحقيقية في حياة البشر الله أكبر كم هذا مؤسف كم هذا مؤسف شخص يأتي للدنيا يعيش في الدنيا خمسين سنة سبعين سنة مائة سنة أكثر أقل خلاص جهود جبارة قدرات ضخمة تنتهي جزء كبير من هذه المشكلة ذنبه على الحكومات على الجهات التي تدير قوانين تعسفية تتلف أوقات الناس جهود الناس حكر منع من حريات من حرية البيان من حرية الكتابة من حرية التفكير من حرية العقيدة التربية السيئة للأسف الشديد للأسف الشديد وزارات التربية فاجعة فاجعة مركز فاجعة الله سبحانه وتعالى خلق عقل الطفل ينمو خلق عقل الطفل مبدعا الطفل بطبيعته مبدع الطفل العادي من أول سنة الطفل يدخل إلى المدرسة الصف الأول يحصل بالطريقة الخاطئة للتعليم يحصل حجب لنمو عقل الطفل لإبداع الطفل من البداية يسدون باب الإبداع هذا أنا لا أقول دراسات موجودة لا اليوم حتى نقول الوزارات التربية تتوها ما رأت هذه الدراسات الدراسات لعلي اطلعت عليها أنا مع أني لستم اطلعا كثيرا في هذه المجالات أصلا قبل لعله ما يقارب أو ما يزيد على عشرين سنة أن هذه الطريقة من التعليم طريقة حجب لإبداع الطفل وقس على ذلك المشاكل التي تحدثها الجهات المؤثرة المتمكنة وبذلك تضيع قدرات البشر إمكانيات البشر ثروات بشرية ثروات عقلية إخواني لا أقول كثير مننا لا أقول أكثرنا أقول كلنا كل واحدا مننا يتمكن أن يبدع في مجاله جزء المشكلة على الحكومات جزء المشكلة على الجهات التي لها سلطة جزء المشكلة فينا أنا أتكاسل لا أتمكن نعم تتمكن قدرات وقدرات فوق ما تتصوره أصلا نعم لا نتوقع من كل شخص إلا أن يبدع في مجاله أن يعمل عملا عظيما في مجاله لا نتوقع من المفكر المال لا نتوقع من صاحب المال الفكر لا نتوقع من الفقيه الطيب لا نتوقع من المنتج التسويق لا نتوقع من السياسي الاقتصاد نتوقع من كل في مجاله تتمكن أن تبدأ تتمكن أن تساهم نعم تتمكن عولمة الغدير لا تتحقق بجهود شخص العالم الفلاني المرجع الفلاني الشخصية الفلانية هؤلاء رفعوا راية الغدير كافي لا لا يمكن لا تتحقق يبقى الغدير هكذا مغمورا يزمن يؤدي كل في مجاله في مجاله يؤدي دوره هذا أولا الكلمة الثانية كل واحد أدى دوره هذا النصف القضية النصف الثاني المكمل لكي تتحقق عولمة الغدير جمع القدرات تركيز الطاقات عدم بعثره عدم تشتيت للطاقات الطاقات المشتتة أثرها أضعف بكثير من الطاقات المركزة عشر الطاقة المشتتة عشرها اجمعها في مكان أثر هذا العشر يكون أكثر من تلك العشرة أضعاف المشتتة عشر مركز أفضل من عشرة أضعاف مشتتة أحد من راجع التقليد دام الله ظله الشريف كان يمثل مثالا لطيفا طبعا في مجال ثاني كان يذكر هذا المثال كان يقول شمس الكويت مثلا في الصيف كم درجة حرارتها في الشمس أحيانا لعلها تزيد على السبعين درجة معوية إذا في الظل خمسين درجة أو أكثر أحيانا في الشمس لعلها أكثر من سبعين درجة شمس محرقة بما لكلمة المحرقة من معنى صحيح كثير منها جرب الذين يعيشون في بلاد حارة اجعل ورقة عادية في هذا الشمس شمس حارة جدا تحترق هذه الورقة لا أشعة الشمس لا في مكان واحد على مسافة مئة كيلومتر هذه الأشعة تصيب هذه الورقة يعني ماذا يعني يجعل الورقة خارج السيارة وامشي بالسيارة مئة كيلومتر في هذه الشمس هذه الورقة تحترق على الأرجح لا يعني أصابتها أشعة الشمس على مسافة مئة كيلومتر في كل مكان أصابت الأشعة تحرق عادة هذه الورقة لا تحترق لا تجعل هذه الورقة في خمس دقائق وعشر دقائق وساعة لا في نهار كامل اجعل ورقة من أول النهار إلى غروب الشمس في هذه الشمس الحارة تحترق على الأرجح لا لا تحترق ولكن اجعل ورقة في شمس الشتاء عشرين درجة ثلاثين درجة أقل ولا تجعل هذه الورقة تصيبها أشعة الشمس على مسافة مئة كيلومتر لا تصيبها أشعة الشمس بمقدار كف فقط مقدار كف أو أقل من أشعة الشمس تصيب هذه الورقة ولا تجعل هذه الورقة كل فترة النهار إنما لمدة دقيقة فقط دقيقة واحدة قد تحترق كيف؟ إذا ركزت هذه الأشعة بالمجهر اجعل مجهر أشعة شمس الشتاء عشرين درجة ثلاثين درجة لا سبعين درجة لا مسافة مئة كيلومتر مسافة كف بمقدار كف حجم يعني مساحة كف لمدة دقيقة واحدة فقط ركز أشعة الشمس عبر مجهر الورقة تحترق الكثير من المؤمنين جربوا شيء مجرب عادة الأطفال يجربون تحترق الورقة نعم تحترق لماذا؟ لأن هذه الأشعة تركزت أشعة الشمس سبعين درجة على مسافة مئة كيلومتر لمدة نهار كامل لا تحرق ولكن أشعة الشمس عشرين درجة ثلاثين درجة بمساحة كف لمدة دقيقة واحدة فقط إذا ركزتها تحرق لاحظ تأثير هذا مثال مثال لتأثير التركيز التركيز مؤثر بعثرة القدرات هذه إحدى المشاكل الكبيرة الذي لا يعمل لا يعمل الذي يعمل يبعثر كل واحد يغرد في مكان طبعا لا نتمكن أن نحقق شيئا كبيرا أنا لا أقول كل القدرات تجتمع في مكان لا إجمالا خصوصا في وضعنا اللامركزية مؤثرة ومهمة لبقاء لاستمرارية العمل ولكن هذا البعثرة للأموال للقدرات للطاقات كل يصرف في مجال كل يعمل في مجال لا نحقق شيئا الكل أولا الكل يعمل في مجاله ثانيا جمع هذه الطاقات والقدرات تركيزها لا تشتيتها بذلك يمكن تحقيق أولمة الغدير لا أقول تحقيق ذلك بعد مئة سنة لا سنراه في حياتنا الذي يبقى سنوات إذا كل عمل في مجاله لا أقول كل المؤمنين كل المؤمنين كثير منهم يتكاسلون على الأقل شطر كبير من المؤمنين كل يعمل في مجاله ما الذي يتمكن أن يؤدي وتركيز قدراتي مع قدراتك مع قدراتنا أموالي مع أموالك مع أموالنا فكري مع فكرك مع أفكارنا أنا أنا أفكر أنا أخطط أنا أمشي لا قلط بذلك يمكن أن نغير هذا الظاهر السيء المأساوي للغدير عند البشر إلى واقع حقيقي كما هو عيد الله الأكبر حقيقة يكون بين الناس عيد الله الأكبر وذلك كما أن الآثار الأخرى وردت فيها هذه العبارة هذا الشيء أيضا يكون كرامة لمحمد وعليه صلى الله عليه وسلم أختم رواية رواية كلمة أقرأ لكم بسرعة بعض الروايات الشريفة في هذا المجال نشر الغدير جلب الناس من النار إلى الجنة لأن عليا هو قسيم الجنة والنار الحديث الشريف الأول عن النبي صلى الله عليه وآله قال الظاهر هذه الكلمات كانت في خطبة عبارة معاشر الناس عادة تستعمل في الخطب في مقطع الخطبة أو الرواية الشريفة مفصلة في مقطع من هذه الرواية الشريفة والخطبة قال صلى الله عليه وآله معاشر الناس إن عليا قسيم النار لا يدخل النار ولي له ولا ينجو منها عدو له هو قسيم النار فقط قسيم النار لا إنه قسيم الجنة لا يدخلها عدو له ولا يزحزح عنها ولي له الله في حديث شريف آخر حديث مفصل أيضا مقطع منه فقال صلى الله عليه وآله ما هي عائشة لا تؤذين فعلي فإنه أخي في الدنيا وأخي في الآخرة وهو أمير المؤمنين شاهدي هنا يجلسه الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار عن الإمام أبي جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليهم قال أنا قسيم الله قسيم الله يعني قسيم من قبل الله سبحانه وتعالى أنا قسيم الله بين الجنة والنار لا يدخلهما الجنة والنار لا يدخلهما داخل إلا على قسمي يعني على تقسيمي وأنا الفاروق الأكبر الله من معاني الفاروق الذي يفرق بين أهل الجنة وأهل النار في حديث شريف آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع الخلائق فيصعد عليه رجل فيقوم عن يمينه ملك وعن يساره ملك ينادي الذي عن يمينه هذا الملك الذي عن يمين هذا الرجل ينادي يا معشر الخلائق هذا علي ابن أبي طالب يدخل الجنة من يشاء الله صلى الله محمد وعلى محمد وينادي الذي عن يساره ذلك الملك ينادي يا معشر الخلائق هذا علي ابن أبي طالب يدخل النار من يشاء الله صلى الله وعلى محمد وعلى محمد من يشاء الحديث الشريف الأخير هذا حديث مشهور طبعا جدا جميل الإمام عليه الصلاة والسلام يبين جانبين حديث مفصل عن أبي الصلت الهروي قال سأل المأمون العباسي عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام عن حديث علي قسيم الجنة والنار الإمام عليه الصلاة والسلام قرب الحديث الشريف بمقدار فهمه فقال عليه الصلاة والسلام ألم تروي عن أبيك أنت المأمون متروي عن أبائك عن ابن عباس جدك ألم تروي عن أبيك عن أبائه عن عبد الله ابن عباس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حب عليا إيمان وبغضه كفر فقال بلى فقال الرضا عليه الصلاة والسلام فقسمة الجنة والنار إذا كانت على حبه وبغضه فهو قسم الجنة والنار حب أمير المؤمنين إيمان المؤمن أين يذهب إلى الجنة بغضه كفر الكفر أين يذهب إلى النار فإذا الأمير المؤمنين صار قسم الجنة والنار حبه صار حبه وبغضه هذا معنى صحيح طبعا ولكن هذا جزء المعنى هذا بمقدار فهمه تحمله فقال المأمون لا أبقاني بعدك يا أبا الحسن أشهد أنك وارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو صلت الهروي فلما انصرف الرضا عليه الصلاة والسلام إلى منزله أتيته فقلت له يا ابن رسول الله ما أحسن ما أجبته به شون جواب جميل كان فقال الإمام عليه الصلاة والسلام يا أبا الصلت إنما كلمته حيث هو هذا بمقدار عقله الواقع أكبر من هذا ولقد سمعت أبي يحدث عن آبائه عن علي صلى الله عليه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أن تقسيم الجنة والنار يوم القيامة تقول للنار هذا لي وهذا لك الله صلى الله عليه وآله في بعض الأحاديث هذا ولي فتركيه تقول للنار يا أمير المؤمن يقول للنار هذا ولي فتركيه وهذا عدوي فخذيه إذا ما تبرحك على محكي ذهب يريدون أن يعرفوا أن هذا الذهب خالص أم لا يحكونه بالمحك إذا ما تبرحك على محكي تبين غشه من غير شكي وفينا الغش فيهم غش بشر سيء وفيهم ذهب مصفة فيهم وناس خلص المحك ما هو إذا ما تبرحك على محكي تبين غشه من غير شكي وفينا الغش والذهب المصفة علي بيننا شبه المحكي الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا شفاعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللهم بحقه لا تفرق بيننا وبينه وبينهم طرفة عين أبدا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اشتركوا في القناة